اشتركوا في القناة هجمات ايران بالصواريخ والمسيرات على المنطقة الشمالية في العراق تطرح سؤال مهم جدا أليست هذه جريمة كبيرة أين احترام سيادة العراق واستقلاله التي طبلت لها ايران تقول انها تحترمها وانها من اجل العراق ومن اجل استقلال العراق وسيادة تساعد العراق وتقوم في العراق وتساند العراقيين هذه الكذبة كبيرة الحرس الثوري الايراني يقول ان العمليات العسكرية بيان له يقول ان العمليات العسكرية مستمرة في اقليم كردستان العراق حتى نزع سلاح الاحزاب المعارضة هم يقولون لدينا هناك احزاب ايرانية معارضة على الاراضي العراقية في الشمال ونحن يجب ان ننزع سلاحها وان ينزعون سلاحها يقصفون العراق وتقع حاله الصواريخ على بيوت عراقية على اهلنا في الشمال من الاكراد على الاطفال والنساء والشيوخ والرجال والنساء تهدم بيوتهم تقتلهم يعني عشرات الذين قتلوا وجرحوا من ابناء العراق الاكراد بهذه الهجمات ما دمهم يعني دمهم برقبة من برقبة الحكومة العراقية والميليشيات الساكتة ام برقبة ايران هذه التي تدعي انها يعني ظهير العراق ومساند للعراق وتقف مع العراقيين ام برقبة الوضع الاقليمي كل دول الاقليم ودول العالم الساكتة واولها امريكا عن هذا الذي يحدث غير ان هناك بيانات على استحياء بيانات خجولة للشجب هنا وهناك لا تساوي شيئا لا تساوي حتى الحبر التي التي كتبت به وزير خارجية الحكومة الحالية يقول ايران جارة حليفة وصديقة للعراق وتعاوننا علني في مختلف المجالات مع الجانب العراقي لكن يعني لا يحق بشكل مؤدب جدا لا يحق لجمولة الاسلامية الايرانية او ادخل لتركيا في الموضوع او لتركيا قصف الاراضي العراقية او الدخول بجيوشهم عدا انه يعني عندما يقولون انه نحن ندخلها بسبب احزاب مسلحة موجودة في العراق طيب انتم عندما اتهمتم تركيا بقصف زاخو قبل فترة وتركيا نفت هذا وقالت نحن على استعداد الحكومة التركية على استعداد ان نتعاون مع جهة العراق لكشف من الذي قصف يعني التحقيق في من قصف لم تسمعوا هذا الكلام وذهبتم الى مجلس الامن ويعني قامت الدنيا ولم تقعد فقلتم هذا انتهاك للسيادة وهذا كذا وكذا وحركنا الجيش كلام كبير جدا جدا التعاون يجب ان يكون مع كل دول العالم لإيقاف تركيا عن هذه التجاوزات طيب ماشي انتم يعني استصرختم وماعركم استصرختكم من اجل سيادة الوطن من اجل حرية الوطن من اجل استقلال الوطن طيب فلماذا لم تذهبوا الى مجلس الامن هذه المركة لكن العدوان اللي سميتوا عدوان تركي واتهنتهم بتركيا على زاخو طول بضع دقائق قصف معين لكن هذه من اسبوعين ايران تقصف المناطق العراقية تقصف اراضي عراقية في الشمال واسقطون ضحايا عشرات الضحايا من القتلى من الشهداء والجرحى من العراقيين من الابرياء ليس لهم ذنب في كل شيء ولم تذهبوا الى مجلس الامن ولا الى الامم المتحدة ولم تستصرخ العالم والميليشيات وقادة الميليشيات وقادة حزاب العملية السيئة الذي اقاموا الدنيا ولم تقعد عندما قالوا ان تركيا قصفت زاخو الآن في صمت رهيب ليس لهم علاقة بما يجري وكأن ما يجري يعني غير مكان ليس على الاراضي العراقية لماذا لم تذهبوا الى حكومة لماذا لم تذهبوا الى مجلس الامن؟ يعني هي سيادة لا تنتهك الا من دول معينة وتنتهك من دول معينة يعني ايران يحق لها ان تنتهك السيادة والاستقلال وكما ترى لان العراق حريقتها الخلفية وجزء منها اما تركيا لا يحق لها هذه السيادة المطاطية والاستقلال المطاطي هذا غريب عجيب لو كان في العراق هيبة لما استجرأ احد عليه لما استجرأت هذه الاحزاب المعارضة لدول اخرى ان تسكن في العراق ان تأتي الى ارض العراق لان العراق سيمنحها سياسة افطراضة تكون سياسة الخارجية سياسة عدم الدخول في نزاعات مع الاخرين التعاون مع الاخرين لا يقبل مشاخلكم حلوها في داخل بلدكم نتجون حلينا هذا ولدينا قوة لحماية عرضنا هل ان قصف وضرب العراق وقتل ابناء شعبه مسموح لايران وغير مسموح لغيرها ما هذا يترك هذا السؤال ما هذه السياسة ما تفسيراتها خلي فسروا لنا اياها لماذا تسكت الميليشيات وحزابها عن كل الذي يحصل وكأن شيء لا يعنيها وبالتالي تحدثون عن الوطنية حديثهم هذا عن الوطنية وعن استقلال العراق والسيادة وحرصهم على سلامة العراق هذا لا يعني شيء ما الشعب يراقب ويسمع ويرى ما يفعلونه وبالتالي لا يصدقهم لذلك الشعب كان يقول وما زال يقول ان هؤلاء مجموعة من البغات الذين يحكمون العراق ولا يستحقون ان يحكموا العراق وهؤلاء هم أسر الخراب هم وعمليتهم السياسية والعراق منتحك في سيادته واستقلاله وبكل شيء بسبب هؤلاء الذين يحكمون العراق لأنهم ليول وتابعين لدول أخرى ما ذنب العراق ان يصبح هذا شكله هذا لم يحصل في العراق طوال عمره حتى حتى في أضعف حلقاته لم يكن في أضعف حلقاته لم يكن أحد يستجري عليه لأن هناك كانت دولة وهناك كانت هيبة وكان الشعب يعرف واجباته والدولة تعرف واجباته لكن الآن لا دولة والأحزاب تعمل مثل ما ترى وهي تقول نحن الدولة وقالها أحد القادة قادة الميليشيان قال نحن الدولة قال عن حجد الشعبي الحجد الشعبي هو الدولة إذن يعني للشعب العراقي الحق في أن يزيح كل هؤلاء ويغير النظام ليحافظ على سيادته واستقلاله وحريته ودماء أبناء وحياتهم وأرضه هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ألتقيكم في حلقتنا أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم اشتركوا في القناة